أكدت وزارة البترول أن هناك مشروعات يجرى تنفيذها لمدى شبكات خطوط أنبيب بترولية جديدة تواكب استراتيجية الدولة التنموية بفضلا عن مشروعات التعديل مسارات بعض الخطوط في ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة التي تنفذها الدولة جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023-2024 أكد وزير البترول طارق المل أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة حيث تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الانتاج إلى مصاف التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ